مع اقتراب انقضاء المهلة التي حددها لانسحاب الجيش السوري من إدلب كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه طلب إلى نظير الروسي بلاديمير بوتين التنحي عن طريقه في سوريا وعدم نعم قوات النظام السوري في إدلب وتركها في مواجهة مفتوحة مع قواته وأكد أمام أنصار حزبه في إسطنبول أن أنقرة عزمة على إنشاء منطقة آمنة لأكثر من مليون شخص على حدود تركيا الجنوبية أكثر من ثلاثة ملايين سوريا عيشوا داخل تركيا ولا نستطيع تحمل موجة لجوء أخرى قواتنا لن تخرج من الأراضي السورية ما دام الشعب السوري يطالب بها لا نريد نفطا ولا أرضا من سوريا بل حدودا آمنة لدولتنا ويطالب أردوغان سوريا بالانسحاب من محيط نقاط المراقبة التركية ما يعني الانسحاب إلى ما بعد مهرك شمال مدينة حما وهو ما تراه روسيا غير مقبول على أن الإنذار الذي وضعه الرئيس التركي في أواخر شهر شباط انتهى على نتائج التالية خمسة وخمسون قتيلا تركيا في شهر بينهم أربع وثلاثون في يوم واحد أراد أردوغان خوض حرب على روسيا وسوريا فوجد نفسه وحيدا من دون دعم أمريكي أو عربي أو أوروبي أمهل أردوغان نفسه شهرا على أمل أن تتحرك أمريكا فلم يلقى جوابا الليرة التركية وصلت في آخر شباط إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر فشل أردوغان في لقاء بوتين والأطراف الفرنسية والألمانية فشل أيضا في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق الإرهابيين والإمساك بها كأدوات لابتزاز دول أوروبية انتهى الشهر بنازحين جدد بدلا من إعادة مليون نازح كما وعد أردوغان وفيما الجيش السوري يسترجع أراضيه كان أردوغان يستقبل ألاف النازحين فشل أردوغان في إقامة دولة إسلامية يحشد فيها إرهابيين وتكون عازلة لسوريا فشل في إطاحة الرئيس بشار الأسد انتهى الإنذار على تململ وتذمر من الجيش والمعارضة التركية على حد سواء انتهى بـ 12 موقعا تركيا محاصرا يمكن أن يقصفها الجيش السوري في أي وقت اشتركوا في القناة